اشتركوا في القناة هود واخواتها لماذا؟ لانك اذا نظرت الى سورة هود نظرت الى حال الانبياء والمرسلين مع اقوامهم نظرت الى حال المكذبين والجاحدين نظرت الى حالنا اليوم بصورة مختلفة في الاسماء والاشكال لكنه ثابت وموجود في القرآن تنظر الى حال قوم صالح والى قوم شعيب والى قوم لوط وقوم نوح وقوم ابراهيم كيف ردوا على الانبياء والمرسلين واتباع الانبياء والمرسلين تجده يتحقق في زمننا هذا بصورة تختلف قليلاً كما قلت في الاشكال والمسميات لكن تبقى الحقيقة كما هي تبقى الحقيقة كما هي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر